وبرزت الجحيم لمن يرى برزت النار لمن يرأي لكل أحد لمن يرأي لكل أحد برزت النار والعاذ بالله فأما من طغاه في هذه الدنيا وآثر الحياة الدنيا قدمها على الآخرة واشتغل بالدنيا في تحصيلها بالحلال بالحرام ترك العبادة ترك طاعة الله تبارك وتعالى همه الدنيا تفكيره في الدنيا يريد الدنيا لا يحلل لا يحرم والعياذ بالله آثر الحياة الدنيا على الآخرة قال وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى انتهى الأمر هذا وأمثاله هذه الجحيم التي برزت هي له وليمثاله فإن الجحيم هي مأواه أي سكنه ومقامه في الجحيم أعذنا الله وإياكم منه ترجمة نانسي قنقر